حملة من دهامات واسع تنفذ لجزء الأمني بمحافظة شبو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي الحملة بدأت في مدينة تعتق مركز المحافظ حيث بدأت الشرطة بملاحق مئات منهم ونقلهم إلى خارق المدينة وبحسب القهات الأمنية فإن هذه الحملة تأتي بتوقيهات من وزارة الداخلية فنحن الآن بناء على توقيهات الأخ الأجير وتوقيهات الأخ نعيب الأجير وتوقيهات الأخ المدينة الأمن بالمحافظة قمنا اليوم بحملة على الأفارقة وخاصة التي قلنا لهم بطريقة غير شرعية واضطرنا إلى مسكهم تجميعهم ومسكنا اليوم أعداد كبيرة جداً ما تصورونها كثير جداً لأن هذا ما يسببه أنه قلق في عاصمة المحافظة سواء من ناحية الأمراض المنتشرات التي يجيبوها هنا أو سواء من ناحية الفوضى وأيضاً بعض العادات ثاني حاجة هم قائبين بطريقة غير شرعية أكثر هؤلاء يحملون الجنسية الأثيوبية ولطالما اكتضت بهم شوارع المدينة الأكثر من عام وتزايدت أعدادهم في الآونة الأخيرة ونظر للكثير من المخاوف المترتبة على هذه الظاهرة جاهة الحمل الأمنية التي لاقت ترحيباً واسعاً على المستويين الشعبي والرسمي في ذمار وصعدة جمعة هذه المعلومات القهات الأمنية فأنهم يتدربوا في عمران وفي صعدة وذا ذهب إلى المملكة العربية السعودية تظل أشكالية الهجرة غير الشرعية قائمة خصوصاً مع استمرارية الدفق المئات من المهاجرين عبر سواحل المحافظة بشكل شبه يومي ويرى بعض المهتمين أن غياب دور المنظمات الدولية التي يفترضوها أن تساهم في ترتيب أوضاعهم بات واضحاً ويأمل أبناء شبه ان تضع القهات المعنية حداً نهائياً لهذه الظاهر ومنع استمرارها لما فيه من مضاعفات لمشاكل تعاني منها المحافظ إبراهيم حيدرة لقناة بلغيس شبه